طيب مبارع كنت بتكلم عن دورة الحصول على رخصة كاف برو من الفيفا فيش ولا مدرب مصري في المغرب ليه اجابت ما انا هقولك ليه لان احنا كاتحاد مصري ما فيش يعني ما عندناش دورات خلص بقالنا فترة موقفين الدورات ما فيش اي دورات تدريبية اخر حاجة عندنا ليسنس اي اللي هي ما فيش برو برو دي بقى اللي اعلم الايه فدي مشكلة دي مشكلة وانا بكلمك كمدرب ايوه انا ببقى كتير جدا يعني انا في وقت دلوقتي مش ماسك فريق فايه اللي المفروض بيعمله المدرب هو مش ماسك فريق انه هو يبدأ يشتغل على ما سافرتش ليه كابتل المغرب لا لا بيبقى ليها ليها طبعا نظام معين وبيعطولك دعوة معينة فما حصلش ده عن طريق اتحاد الكورة فدي نقطة النقطة التانية ان كل تقريبا انا اسلام المدربين ان ما كانش يعني يعني مش عايز اقولك تقريبا كل المدربين لما بيحبوا يسافروا دورات او يشتركوا تقريبا تبقى على حسابات وعلى حسابهم الشخصي هو اللي بيعمل التصالب بنفسه وهو اللي بيعمل الكونتكس ويرتب الترتيبات وامتى معادل والمصاريف وكل الحاجات دي وما فيش مشكلة يعني خلي بالك المدربين بيبقى عندهم استعداد هو كده كده مدرب محترف وبالتالي بيطلع جزء وبيبقى متحمل مسؤولية ان هو يصرف على يعني دي جزء مهم جدا زي ما تطويره اه طبعا بتطور نفسك وبالتالي تبدأ تشتغل وانعكس عليك في الماء فدي مهمة جدا لكن انا بقول اتحاد الكرة عليه دور لان في مدربين صغار مدربين محتاجين ان هم يشتغلوا ما عندهمش امكانيات ان هو يطلع ياخد دورة تدريبية برا وياخد لايسنسي ولا بي ولا ايه الحاجات دي كلها فمهمة جدا ان تتعمل تعمل في مصر وتعمل ويشرف عليها اتحاد المصري والكاف كمان لانها هتطور من مستوى المدربين يعني رأيك برضو في منصب المدير الفني للاتحاد ده منصب مهم جدا يعني عايز اقول ان احنا المسابقات بتاعتنا لازم يعاد ساغطها بشكل كبير جدا مسابقات الايه مسابقات مسابقات البراعم والنشئين والشباب انت عندك ثلاث قطاعات يا اسلام لازم يتعمل مسابقات ويبقى فيه ربط ما بينهم وبين بعض بمعنى ان البراعم لك انت تصور السنة دي مثلا هديك مسار السنة دي براعم 2009 مثلا هتلاقي منطقة القاهرة بتلعب بنظام 11 منطقة الجيزة لعبة 8 اه اوكي مفيش تنصيق حد مفيش تنصيق كان في الجادة قال ان 2009 لعبه 11 مفروض لما يتقال حاجة زي كده ويتم التنبيه على المناطق تلعب 11 يبقى كل يبقى منطقة اسكندرية زي منطقة القاهرة كولي منطقة الجيزة لكن تلاقي منطقة القاهرة لعبة 11 ولعبة 8 وجون مش عارف بقى اسكندرية عملت ايه فادي حاجة صغيرة تبص مثلا منتخب 2006 اللي هو منتخب مفروض بتعده بشكل قوي جدا تلاقي مطشاطه برضو في حاجات لازم تتطور فيها المبارات بتاعته انا كنت بقترح او يعني فيك تراح ده حاجة نجحة جدا ليه ما يتعملش مطشاطه مع الدرجة الاولى يعني الاهلي مثلا بلعب الاتحاد سكندري يبقى يلعب تاعة 2006 مع الاتحاد سكندري يمشي مع الفريل الاول فهم اظل زي دي هتعمل ربط مميز جدا البطرات الجمهورية تلعب في نفس اليوم وبالتالي هيبقى فيه طموحة عند اللعيب احنا زمان لما كنا بنلعب كنا بنلعب او تعرف كنا بنلعب ايه مثلا الفريل الاول يلعب الساعة 5 او الساعة 3 احنا نلعب الساعة 12 او الساعة 1 قبل الفريل الاول فالحاجات دي كلها قوة المسابقة ذات نفسها عشان تفرز لعيبة اقوية ما يبقاش نادل قالي عنده فرقة مثلا فرقة من الفرقة الرئاسية وبعدين انت بص ليه بيلعب من تويت قريك 17-0-12-0-16-1 كلام ده كله فبتبقى ضعيفة المسابقة ضعيفة فما بتفرز لكش لعيبة على مستوى قوي حاجات دي كلها مهمة جدا بالاضافة طبعا للتسنين والتزوير دي برضو مهمة جدا 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 لان انت بتواجه الحاجات دي وبتشوفها في الاعمار عايز اقولك حاجات كتيرة جدا المدير الفني الاتحاد مناشط البرامج بتاعت المدربين مدرب مثلا منتخب 2005 او آسف 2006 او 2003 تعالا فين برنامجك اللي انت هشتغل كم مباراة انت عندك اول ارتباط رسمي بتاريخ كذا طب انت قابلوا عامل مباراة عاملة ازاي طب ايستراتيجيتك في المباراة دي هل عاملها متدرجة عاملها مع مدارس مشابهة للمدارس انت هتلعب معاها ولا مباراة وخلاص جالي الاردن لعب الاردن جالي سوريا لعب سوريا جالي امريكا لعب امريكا لا لازم تبقى انت بتلعب مباريات هادفة الهدف منها ان عشان بعد كده انت عندك تصفيات ادرك سب وهكذا فمدير الفني الاتحاد دوره مهم جدا 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 ولازم يبقى اكاديمي ولازم يبقى عنده من المعلومات او الدراسات الاكاديمية اللي يقدر ان هو يتناقش مع المدربين ويشوف برامجهم ويشوف شغلهم ويشوف المعسكرات بتاعتهم كل حاجة بقى كل حاجة